بولايات المتحدة وأمام تجمع انتخابي بولاية ويسكنسون تحدث الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى على الاتصال الهاتفي الذي دار بينه وبين العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز العام الماضي والذي طالب فيه ترامب من الرياض بدفع الأموال مقابل الحماية ونقل ترامب لأنصاره كيفية تفاجئ الملك السعودي بالاتصال وبالطلب وكيف قال له حينها أن أحدا لم يسبق له أن أجرى اتصالا كهذا فكان جواب ترامب لأنهم كانوا أغبياء تطلب الأمر مني مكالمة واحدة أنا لا أبالغ في التفاخر لقد أبرمت الصفقة نعم بمكالمة واحدة كانت تلك هي المكالمة الأولى التي أجريت معهم بهذا الشأن خلال 35 عاما لا أعتقد أن أحدا اتصل بهم قبل ذلك بهذا الخصوص هي صفقة رائعة من طرف واحد لقد قلت لهم لا بأس أنا أفهم أن لديكم ميزانيتكم التي تعودون إليها لكن في السنة المقبلة التي لم يتبقى لدخولها سوى إسبوعين سوف أتصل بكم مجددا وصوف يتعين عليكم أن تدفعوا أكثر بكثير فهذا غير منصف نحن ندافع عنكم وأنتم أثرياء كما تعلمون نحن قد ندافع عن أناس غير أثرياء وربما يكونوا تعرضوا لإساءة المعاملة بصورة فضيعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأشياء من هذا القبيل تلك حالة مختلفة تماما أما هذه فبلدان غنية لقد احتاج الأمر إلى اتصال هاتفي واحد لنحصل على 500 مليار دولار لا أظن أن هذا رهيب إلا أننا سوف نحصل على المزيد ولدينا الأمر نفسه مع الكثير من البلدان الأخرى انظروا السعودية بلد شديد الثراء ونحن ندافع عنهم ونقدم لهم الدعم والسيولة المالية هي أكثر ما لديهم ونحن نقدم لهم العون وهم يشترون الكثير من بلادنا لقد اشتروا ما قيمته 450 مليار دولار وبعد ذلك نجد لدينا من يريد أن نقطع الدعم عن السعودية لقد اشتروا منا ما تعادل قيمته 450 مليار دولار وأنا لا أريد أن أفرط بهم لكن الجيش الذي نقدم له المعونة هو جيش السعودية لذا اتصلت بالملك وأنا معجب به قلت له أيها الملك إننا نبذل كل شيء في الدفاع عن السعودية وأنتم تملكون أموال طائلة هذا صحيح هذا صحيح ثم أجاب الملك قائلا لكن لما تتصل بي لم يسبق أن فعل أحد ذلك من قبل فقلت لأنهم كانوا حمقى وهكذا أنجزنا الصفقة مع السعودية حول الكثير الكثير من المسائل ترجمة نانسي قنقر